وقع رئيس حزب القائمة الموحدة في إسرائيل على اتفاقية الائتلاف مع بنير لابيدة للانضمام للحكومة الجديدة وكان البرلمانو الإسرائيلي انتخب الزعيم السابق لحزب العمل يتسحاق هرتسوج رئيسا لإسرائيل ويعد هرتسوج الرئيس الحادي عشر لإسرائيل الذي يعد فخريا ويخلف الرئيس الحالية رأوفين روفيلين الذي انتخب عام 2014 وحصل هرتسوج على دعم 87 عضو من الكنيسة من أصل 130 بعد منافسة مع الناشطة الاجتماعية مريان بريتس